بيبتدي فيلمنا النهاردة بواحد كده ماشي في شارع ضلمة وحتة مقطوعة وبيبخايف جدا وبيروح بقى يكلم حبيبته عشان توصف له الطريق عشان يروح لها بس بيحس بحاجة غريبة وعربية كده جاية نحيته ومشي وراه المهم ان هو بيعمل فيها اسد وبيمشي كده ومش بيهمه يعني بس بعد فترة كده بيبص بيلاقي لسه العربية بتمشي وراه فبيقول لا لا لما بتدهش انا لازم ارجع بسرعتين ولسه بيبصوا وراه بس بيلاقي واحد جاي من وراه وبيدربوا ضربة كوية جدا وبيخدروا وبيحطوا في شنطة العربية وبيمشي وبنروح بقى بعديها الواحد اسمه كريس وبيكون كريس مستني صاحبته روز وبيجهش شنطته عشان رايح معاها لبيت اهله ولما بتروح له بتلاحظ عليه انه متوتر كده فبيقول لها انه اسود وهي بيضة وانه خايف طبعا لأهله هيكونوا عنصريين ولا حاجة وساعتها الموقف مش هيبه كويس بس هي بتطمنه وبتقول له لا 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 انا بابا وماما عاديين ومش عنصريين وهم بيتقبلوا الاخر وعادي جدا المهم بعدها بيتحركوا فعلا بالعربية لهناك عشان يقضوا اجازة الاسبوع وهتبقى اجازة سعيدة جدا يعني المهم ان كريس بيتسل بصاحب روز عشان يخليه ياخد باله من الكلب بتاعه لحد ميرجع وبيفضل روز يقول له بلاش تروح لأهل حبيبتك وخصوصا انهم ناس بيضم ازاي ولكن كريس مش بيسمع كلامه وبيقفل فوشه السكة وبيكملوا طرقهم عادي وهناك بقى بيلاحظ كريس ان الجنين اللي شغال في المكان لونه اسود ولكنه مش بيهتم وبيدخل ساعتها البيت وخلاص وهناك بيستقبلوا ابو روز ومامتها استقبال جميل جدا بيفضلوا بقى يتكلموا ويضحكوا معاه وبياخدوا بعد كده يفرجوا على البيت وساعتها بيلاحظ كريس ان برضو مسؤولة البيت اللي عندهم برضو سودة فساعتها كريس بيتدايق كده وبيحس باهانة وعنصرية عشان كل اللي شغالين عندهم سود وطبعا باباها بيحس باللي جي في دماغ كريس وبيقولوا على فكرة انا عارف ايه اللي جي في دماغك بس الفكرة ان الشغالين دول كانوا بيساعدوا بابا وماما ولما ماتوا انا مقدرش اتردهم وبيقعدوا بقى يفتروا مع بعض وبيعرف ابو روز ان كريس بيشرب سجاير فبيقولوا على فكرة دمامة روز اصلا دكتورة نفسية وهي في مرة كده عملتلي تنوين مغناطيسي ومن ساعتها انا اصلا ما بقدرش اشم ريحة السجاير دي ولا حتى اشرب ولكن بيرفد كريس ان ينم مغناطيسي وبيقولوا لا انا كده كويس انا مش بحب الحوار ده وبيقولوا انهم فرحلين انه هيفضل معاهم ويحضر الحفلة اللي بيعملوها كل سنة بتاعت لم الشم ودي حفلة بتبقى للعيلة والصحاب وكده يعني بيتجمعوا فيها كل القرايب يعني تيجي مسؤولة البيت بعدها وبتبتدي تصب ليهم مشروب ولكنها بيبان عليها ان فيه حاجة غلط وانها غريبة كده يعني هي بتضحك وكل حاجة بس شكلها مخيف وغريب جدا المهم بيجي الليل وبيعودوا يتعشي وبيكون اخو روز اللي بيدرس طب جيهو وكمان عشان يقضي الأجازة معاه بس للاسف اخوها ده بيسكر وبيبعايز يلاعب كريس ملاكمة كده وهمهم بتبرق له بتقول له ايه ده يا بدي ده ديوف يعني احلى جايبين الديوف هنا عشان تضربهم هلنعمل فيهم حاجة تانية واليوم بيخلص وبيطلع كريس بقى وروز عشان ينامه ولكنه طبعا مش بيتبعارف ينام وحاسس ان فيه حاجة غريبة بتحصل وساعتها بيسمع صوت جاي من بره فبيطلع بقى بره يتمشى شوية كده ويقفوا قديم البيت المهم ان هو بيلاقي الجنين بتاع البيت بيجري من بعيد كده وجاي عليه فبيتخد طبعا جدا بس اول ما بيقرب عليه بيدخل يمين ولا كأنه شايف على طول كريس بيستغرب جدا من اللي هو شايف وبيبص وراه بقى بعد كده بيلاقي مسؤولة البيت بتبص من الشباك وبتعمل حركات غريبة اكثر ما ايه غريبة اصلي مهم ان هو بيعدي كل ده وبيدخل البيت عشان يطلع على قطه بس بيلاقي ام روز قاعدة ومانا ميتش وتقول له تعالي عد معايا شوية كده ماما بيقعد معاها وبتفضل بقى تكلمه عن ذكرياته وازاي مامته ماتت وبيباني انها عايزة كده تخش جوه عقله يعني لحد ما بيبتدي كريسي عيط لما بيفتكر مامته ومرة واحدة ما بيكونش قادر انه يتحرك وسبت على الكرسي طبق امامة روز قاعدة قدامه عمالة تقلف في الفنجالي لقديها كده بحركة سابتة وبتبقى هي دي الطريقة اللي هتنومه بيها مغناطسيا وفعلا بينام وبيبقى عقله خلاص تحت سيطرتها واول ما بتقمره انه يغتص بيغتص فعلا في افكاره وبيلاقي نفسه في مكان اسويت كده عميك وبيغرق وفجأة مرة واحدة بيصحى من النوم بس هو اول ما بيصحى مش بيبقى فاهم ايه اللي حصل ولا ايه اللي انا شفته ده ولا ده فعلا حقيقي ولا حلم المهم بنشوفه بعدها نزل كده وبيفضل بقى يصور بالكاميرا بتاعته وبيلمح ساعتها مسؤولة البيت وهي واقفة قدام رايتها فبيقرب الكاميرا عليها كده عشان يشوفها بوضوح ولكنه بيلاقيها بتقلع البروكة واول ما بتشوفه بيبعد بسرعة الكاميرا بتاعته ولا كأنه بيعمل اي حاجة وبيروح بعدها بقى يقف مع الجناني شوية بس بيلاحظ ان طريقة كلامه برضو غريبة وبيفضل يمدح في روز وبيقوله كمان انا اسف خضتك مبارح بس انا بحب اعمل تمارين كده واجري في نص الليل عادي يعني ان لو انت كنت هتقطع له القلب تجري في نص الليل ايه فهنا بقى بيتأكد كريس ان اللي فعلا شافه مبارح ده مكانش حلم وبيسأله الجناني بعديها لو كان التنويم المغناطيس ده جاف فايدة معاه ولا لا وبيعرفوا ان هو شافه في مكتب مامة روز فترة كده وهي عملاله تمويم مغناطيس فبيقول لكريس لأ انا مش فاكر اي حاجة من اللي انت بتقولها دي وبعد كده بيسيبه بقى وبيمش وبيطلع بعديها الرز وهم اتدايق جدا وبيقول لك على فكرة مامتك عملتلي تنويم مغناطيسي غصبا عني وانا اقول لك ان انا مش عايق بس في نفس الوقت هو بيبقى مستغرب انه فعلا مش قادر يشم حتى ريحة السجاير ولا يشربه وبيفتكر بقى ساعيتها كريس ان فعلا الموضوع جاب نتيجة معاه ونجا بيقول لك على فكرة الجناني اللي عندوك ده شكله غريب جدا وشكله كمان بيحبك بس بتطمنه وبتقول له انت لا 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 انت اكيد فهمت غلط يعني الدنيا تمام مش تقل وبيبصوا بقى ساعيتها من الشباك وبيلاقوا ان العيلة بقى وصحابهم وكلهم جمع عشان الحفلة بتاعت لم الشامل اللي كانوا بيقولوا عليه وبيبقى معظم الناس اللي جاية دي كبار في السن وعواجيز وحالتهم على الاخر خاص المهم انهم بينزلوا بقى يسلموا عليهم ولكن كريس بلاحظ ان الكل بيتفرج عليه ومعجبين بصحته وقوته لدرجة ان فيه واحدة بتمسك حضلاته ومعجبة بيه كده وكانهم هيشتروه يعني فبيدقى كريس ان اللي بيحصل ده وبيسيبهم ويروح يقعد لوحده لحد ما بيلاقي واحد اصمر زيه فبيحس نفسه يا اخيرا في واحد زيه في المكان هنا فبيروح بقى بصورة عشان يقف معاه ولكن كريس اول ما بيقرب منه وبيحس ان هو يعرف الشخص ده وشافه قبل كده بس هو بيلاحظ ان معاملته غريبة جدا ومش طبيعية حتى طريقة الحركة بتاعته مش طبيعية واللي بيخلي كريس يتجنن اكتر انه بيبص بيلاقيه متجاوز واحدة قد ست وكده كبيرة جدا فبيطلع بقى القوضة بعدها عشان يجيب موبايلو ولكنه بيلاق انه موبايلو كان على الشاحن بس فيه حد فكه من الشاحن فبيستنتج بقى ان اكيد مسؤولة البيت هي اللي عملت كده واول ما بتطلع له روس بيقول لها على اللحظة وبيقول لها انا على فكرة انا مش مستريح خالص في الوضع اللي بيحصل ده وبيبتصل كريس بصاحبه وبيقول له على كل اللي شايفه وبيقول له كمان ان شكل كل الناس السود اللي هنا نايمين مغناطسيا فبيدهي صاحبه عليه وبيقول له انهم ممكن ينايموك انت كمان مغناطسيا ويلعبه في عقلك ويخلوك تعمل اي حاجة وانت كده كده مش هتب حاسس وبينصحه انك لازم تمشي من البيت المجنون ده وفتكر على فكرة ان انت قبل ما تيجي هنا انا قلتلك بلاش تروه وبيقفل معي بقى كريس وبتيجي مسؤولة البيت تخده كده وتقول له انا اسفل ودايقتك واني شلت الموبايل من الشاحن يعني وبتبقى الست دي فعلا غريبة جدا لدرجة انها بتضحك وتعيد في نفس الوقت يعني اي ايه ده وزي ما تكون كده بتقاوم حاجة جواها بس هي مش قادرة وبينزل بعد كده وبيلاقي ان كل الناس بصوا مهتمة بيه برضو وبيفضلوا يكلموه وبيحاول كريس انه يفتح كلام مع الراجل الاسويت ده عشان يتصوره من تحت لتحت كده وبيكون كريس ناسي الفلاش بتاع الكاميرا شغال وساعتها الفلاش بيشتغل وبيتفاجئ ان عنيه نورت كده ودم طلع من مناخيره وان فيه حاجة غلط بتحسن المهم ان الشخص الاسويت ده بعدها بيتشنك كده وزي اللي كانه فاق وبيفضل يقول له اخرج بسرعة من هنا وهرب ولكن في نفس الوقت العيلة اللي موجودة بتاخد الراجل الاسويت ده بسرعة وبيبتدوا يهدوه وبعد كده بيلقوه خارج من مكتب ام روز وهو هادي خالص وان هو هتعمل له جلسة تنويل مغناطيسي وبقى زي الفل ورجع طبيعي وبيروح ويكلم كريس ويعتذر له ويقول له معلش ما تزعلش انا بس كاميرات الفلاش بتعصبني مش اكتر المهم بتيجي روز وبتاخد كريس عشان يتمشي شوية وبيفضل كريس بقى يقول لها انه مش مرتاح وان كل حاجة فعلا غريبة في البيت بتحصل وان ما فيش اي حاجة طبيعية من ساعة 8 جيه وبيكون فاكر ان كل اللي هو فيه ده بسبب اللي مامته عملته في دماغه وبيقول لها كريس على فكرة انا همشي وفعلا مش هكمل قاعدة في البيت ده بس ايها بتقول له طب تمام احنا هنمشي بس انا هاجي معاه بس بتحصل بقى حاجة غريبة في نفس الوقت ده وبنشوف ابو روز وهو قاعد مع الناس دي كلها وهم حطين صورة كريس قدامه مزايل بيعمله عليه مزاد كده واللي بيكسب في المزاد ده واحد اعمى وده كله برضو احنا مش بنبقى فاهمين ايه اللي بيحصل المقام ان كريس وروز بيرجعوا بعديها بالليل وبيجهزوا شمتتهم عشان يمشوا تاني يوم وبيكون كريس بعد صورة الراجل اللي سود الغريب ده لصاحب رود وبيكلموا رود بعديها وبيقولوا انه عارف الراجل ده وانه كان مرتبط زمان بصاحبته فكريس ساعتها اخيرا بيفتكر هو شافه فين ولكنهم بيستغربوا جدا من طريقة لبسه وانه متجاوز واحدة قد سيته كبيرة جدا بس فوص ما بيتكلموا تليفون كريس بيفصل شاحب فساعتها بقى كريس بيكون قلقان جدا وبيقول روز على فكرة احنا مش هنستنى البكرة احنا لازم نمشي دلوقت وفعلا بيروح عشان يجهزوا شوناتهم بس هو بيلاحز كده ان باب الخزنة في القودة مفتوح فبيجري يشوف كده ايه اللي جواه وبيلاقي زي علبة كبيرة كده فبيبتدي يفتحها وهنا بقى بيشوفوا المصيبة وهي ان روز متصورة مع كل الشباب دول وانها كانت مرتبطة بهم كلهم وكلهم بيبقوا صود وانه من ضمن الناس دي كان الجنيني معاها في الصورة وكمان مسؤولة البيت بيبقى شكلها طبيعي جدا غير شكلها دلوقت فبيتخد بقى كريس ساعتها وبيفهم ان هي اللي استدرجت كل الناس دي ومن ضمنهم الجنيني والخدامة وعملوا فيهم حاجة غريبة بالتنويم المغناطيس ومن فجأة بتدخل روز عليه بس هو بيعمل نفسه قدامها ولا كأنه شاف اي حاجة وانه عادي وبيقول لها يلا نمشي دلوقتي ولكنها بتعمل نفسها انها مش لاقي مفاتيح العربية وبتدور عليها ولما بينزل بيبص بيلاقي اخوها واقف قدام الباب وبيمنعه ان يمشي وفي الاخر روز بتلاقي المفاتيحه وبتنزل وتقوله انهم للاسف معلش مش هيمش ومجرد بقى ما ام روز بتخبط على فنجال القهوة بيتشل كريسي على الحركة وبيقع وبيفضل محبوس في دماغه وبيفضل روز صاحب كريسي يتصل بيه ويكلمه ولكنه طبعا مش بيرده فبيقلق جدا وبيتأكد ان اكيد اهل روز عملوا في كريس حاجة وخصوصا بعد ما قدر يجمع معلومات عن الرجل السود اللي شافه كريسي هناك وعرف انه مختفي اصلا بقاله فترة كبيرة وبيروح بعديها بقى الاسم الشرطة عشان يبلغ عن اختفاء كريسي صاحب بس بيفضل بقى يقول للشرطة انه نامة ونطيسي وانهم هيتحكموا في عقله ويستعبدوه زي ما حصل للراجل السود الثاني بس طبعا الشرطة مش بتصدقه وبتقول انت شكلك بجنون يا ابني ولا ايه وبيفضلوا بقى يضحقوا ويالتريقة عليه فبيكرر ان انا لازم اروح بنفسي وساعد وده كله بيبقى كريس محبوس في قوضة ومربوط وقدامه تلفزيون وبيعرضوا بقى على التلفزيون ده راجل كبير بيتكلم وبيبقى الراجل ده هو جد روز المهم بيفضل يتكلم مع اللي هيشوف الفيديو بتاعه وبيقوله انهم اختروا للمزايا اللي عنده زي صحيته البدنية وكوته وجسمه وانه بسبب المميزات دي خلاص هيبقى جزء من شيء مثالي ولكنهم برضو ما بيفهمش هم عايزينه في ايه و ايه المثال اللي انا هبقى جزء منه ومرة واحدة بيظهر الفنجال تاني واول ما بيسمع صوته بيبتدي ينام وبيبتصل برضو روز تاني بتلفون كريس ولكنه بيلاقي روز هي اللي ردت عليه وبتقوله ان كريس ساب البيت ونيس ينبايله ومن ساعتها هي مش عارفة توصله وبتعمل بقى نفسها روز علانة جدا ومتأثرة على كريس ولكن طبعا روز بيبزاكي جدا وبيبتدي يفهم انها بتمثل عليه وانه اكيد في حاجة غلط حصلت لكريس وبنروح تاني بقى لكريس وهو قدامه الراجل الاعمى اللي كسف في المزاد وبيقوله ان عدب ثلاث مراحل والمرحلة الاولى وهي التنويم المغناطيس والمرحلة التانية اللي هو فيها دلوقتي وهي الاستعداد العقلي والمرحلة التالتة بقى ودي بتبقى مرحلة بسيطة خالص وهي ان مخ الشخص الاعمى ده هيتنقل لجسم كريس واللي هيعمل كده هو ابو روز واخوه بس بعد العملية دي هيبقى فيه لسه جزء من مخ كريس موجود بس الجزء ده مش هيبقى ليه اي تحكم خالص في الجسم زي ما حصل مع مسئولة البيت والجنيني والشاب اللي سود اللي كان مختفي وبكده بقى كل التحكم هيبقى للراجل العجوز ده وبكده الراجل العجوز هيقدر تاني ان يشوف ويكمل بقية حياته بجسم كريس وبتيجي صورة الفنجال قدامه اول ما بيشوفه بينام تاني وبيوصل بقى اخوها عشان ينقلوا لقودة العمليات عشان يبدأوا في نقل مخ الراجل العجوز لجسم كريس بس اول ما بيتفك بيقوم بسرعة وبيضرب اخو روز لحد ما بيوقع على الارض وانه خد شوية قطن من الكرسي وحطه فوداني عشان ما يسمعش الفنجال وما ينامش وبيقدر كريس بعدها ان يروح بسرعة على الابو روز ويدربه في بطنه بقرون تمثال الغزالة ويموته وبيطلع بسرعة بقى عشان يجري من البيت بس بتشوفه ام روز وبتجري بسرعة على الفنجال عشان تنايمه مغناطسيا بس بيقدر كريس بسرعة ان يروح ويكسر الفنجال اللي قصدها وبيفضلوا ساعتها انهم يضربوا في بعض الحد ما بيقدر فعلا انه يموتها وبيروح بقى بسرعة عشان يمشي من المكان ولكنه بيلاقي اخو روز للمفروض انه مات ماتش بس بيقدر كريس انه يضربوا بالسكينة في رجله لحد ما بيقعوا واخيرا بيموت وبياخد على طول مفتاح العربية وبيطلع بقى عشان يركب العربية عشان يهرب بس وهو ماشي بيغبط في مسئولة البيت ولكنه بيفكر شوية كده وبتسعب عليه الست دي فبينزل على طول يجيبها عشان ياخدها ويهرب معيها وده كله طبعا روز بتبقى في عالم تاني وقاعدة في قدتها بتدور على شاب اسوى التاني عشان تضحك عليه وترتبت بيه وتجيبه ويعملوا مع نفس اللي بيحصل ده ولكنها بتسمع صوت العربية بتتحرك فبتطلع بسرعة بندقيتها وبتجري عليها وبتفضل تضرب على كريس وبنتفاجئ بقى انها بتنادي على مسئولة البيت وبتقول لها يا جدتي فساعتها بقى بنعرف ان الست دي المتحكم في جسمها هو جدتي وبتسحى الست دي فجأة في العربية وبتفضل انها هتهاجم كريس لحد ما بتلبسه في شجرة وبيغمع على كريس وبينزل من العربية وبيلاقي روز وصلت له وبتضرب عليه نار فبيحاول بسرعة ان يهرب منها بس بيلاقي الجنين هو كمان بيجري وراه وبيمسكه وروز بتقول له يا جدتي فبنفهم بقى ان كمان جدها في جسم الجنين ده المهم انه بقى بيبخلاصها يموت كريس بس كريس بيتصرف بسرعة وبيطلع موبايله وبيحط الفلاش بتاع الموبايل في عينه فساعتها الجنين ده بيفوق وبيرجع فعلا لشخصيته الاصلية وبياخد البندقية بتاعة روز وبيضرب عليها وبعد كده بيضرب على نفسه ويموت نفسه عشان يتخلص خلاص من القلم اللي هو فيه ده وبيروح كريس بقى بعدها عشان يموت روز بس بيلاقي عربية الشرطة جات وبيبص بيلاقي ان صاحبه روز هو اللي تصرف وعرف مكانه وجاء عشان ينقذبه وبيسيب ساعاتها بقى روز تموت لوحدها وبيكون كده فيلمنا خلص ويريت لعجبك الفيلم ما تنساش تشترك بالقناة وطبعا مش محتاج اقول لكم اللي كتب الاسكريبت ده واللي منتش الفيديو واللي كمان سجل اخوكم ايمن اللي هو انا ياه واعمل لنا لايك للفيديو عشان اللايك بتاعك بيدعم